ايات الكتاب الحكيم كله موعظة كله درس كله عبرة هذا من جه من جهة ثانية حكيم يعني محكم متزن مو متهالك تشوفون بعض الافكار متهالكة ومتهاوية يأتي ويذهب تأتي الافكار وتذهب مش قد اجوا افكار باطلة من الفلاسفة من العرفاء من الذين يدعون العلم في العلوم الإنسانية يعني اجوا راحوا انتهوا واصلا تلاشوا افكارهم امراحت رؤى القرآن بصائر القرآن محكمة حكيم هذا المعنى كتاب الحكيم ومعنى آخر أنه كل شيء فيه يرتبط بالآخر حقيقة انت لما تقرأ القرآن اذا بتدبر واحد يقرأ يشوف مثل في الجبل هسهي شكل امثل وإلا تمثيل مصحح جدا ولكن من باب التقريب في الجبل من الأحجار الكريمة المتراكبة بعضها مع بعض كل آية تعضد الآية الأخرى كل فكرة تعضد الفكرة الأخرى متناسقة مو في الشيء اول شيء جاي قايل في الشيء بعدين خلافة يقول هذا معنى المحكم تلك آيات الكتاب الحكيم